نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع من ناقش في هذه الحلقة قضية النوايا والأخلاق وما علاقتها بالأفعال التي نمارسها وكيف نستطيع أن نضبط أعمالنا بالنوايا الصحيحة مستضيفين معنا فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد بلدة الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور حسن أهلا وسهلا ومرحبا في حياتنا التي نعيشها أحيانا نتعامل مع أشخاص بأخلاق سامية بأخلاق راقية ولكن نتفاجأ بعد فترة من الزمن أنهم يعني يبطنون نوايا أخرى وقد نرى العكس قد نرى أشخاصا يتعاملون معنا بأخلاق سيئة وفيما بعد نكتشف أن هذه الأخلاق أو هذا التعامل كان لغاية جيدة فما هي طبيعة العلاقة المطبوطة بين الأخلاق والنوايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة الفعل الأخلاقي هو فعل إرادي هو مرتبط بالعمل مرتبط بالظاهر كصلاة وصيام وزكاة وحج وإحسان هو مرتبط في الظاهر والأصل في الظاهر هذا الظاهر الأصل أن يعبر عن الداخل عن النوايا الداخلية فالسرق من حيث الظاهر يعني فعل قبيح وفعل غير أخلاقي النية الداخلية يفترض عندما يسرق أن تكون نيته سيئة إذن النوايا نحن عندنا في الشريعة الإسلامية مرهونة لله سبحانه وتعالى ولكن لما كانت هذه النوايا لا يطلع عليها أحد إلا الله كان الظاهر كان الظاهر تعبيرا عن هذه النوايا الداخلية فالأصل عندنا في الشريعة أن الظاهر يدل على الباطن فأنا عندما مثلا عندما أحسن إلى الناس الأصل أن يكون هذا نابع من داخلي عندما أتصدق عندما أكرم عندما أقف ضد الظلم فالأصل في هذا ما هو الأصل في هذا أن الظاهر متوافق مع باطني لكن أحيانا أن الباطن قد يكون على خلاف الظاهر وهنا لا ننسى قاعدة هامة جدا ونؤكد عليها دائما أن لنا نحن الظاهر من الجانب القضائي لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر فحتى عندنا في البيوع وفي الشراء وفي الزواج وفي الطلاق وما إلى ذلك نحن نتحاكم من خلال الظاهر نحن نتحاكم دائما من خلال الظاهر ونترك البواطن لله سبحانه وتعالى ونذكر في هذا الحديث الحديث الموجود في صحيح مسلم وفي غيره حديث أسامة بن زيد ونحن محتاجون إليه في أيامنا هذه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا وقتل مشركا بعد أن قال لا إله إلا الله فحدثته نفسه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فلما أخبره قال رسول الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يقول أسامة رضي الله عنه ما زال رسول الله يكررها حتى قلت ليتني أسلمت الآن إذن لاحظ إذن لا ينبغي أن نحاكم الناس أخي أن نقول هو كافر مثلا واعتبارا على نيته نحن لنا الظاهر في محاكمتنا للناس إذن فالإنسان محاسب على الظاهر ومسؤول عن عماله ظاهرا قضاءا أمام الناس نعم حتى في البايح في الشراء أنا عندما أبيع منك وأشتري الأصل أن النية الداخلية متفقة مع الظاهر لكن هذا هو الأصل أخي الباطن لابد أن يدل عليه دليل الآن نحن مثلا لو أخذنا مثال على ذلك أفعال الشبيحة من حيث الظاهر أنه يتصرف هذا التصرف موافقة للنظام طيب قد يقول قائل هذا ربما يكون مكرهان ربما يكون قد يكون مكرهان لكن عليه أن يستدل بدليل كفتوى المفتح السون التي صادرت والتي دمرت بلدنا في ذلك قد يقول قال آه ربما يكون مكرهان أخي نحن بعد استمرار أربع وخمس سنوات من الثورة حتى يكون مكرهان عليه أن يستدل بدليل عليه أن يأتي بأدلة مقنعة وإلا فلنا نحن الظاهر أنه فعل هذا الفعل مختارا نعم في قضية التطابق بين النية والعمل ما أهمية التطابق بين النية والعمل أو الفعل؟ أخي حتى يثاب الإنسان ثوابا كاملا وحتى يعاقب عقوبة كاملة الأصل أن يكون هناك تطابق بين النية وبين العمل مثلا يعني أنا الآن أريد أن أتصدق على إمرأة أرملة أو أتصدق على مسكين طيب ربما أتصدق من أجل ماذا قد تكون من حيث الظاهر أنني أفعل فعل حسن والناس تمدحوني وكذا هذا فعل ظاهري لأن الأخلاق ما هي الأخلاق؟ هي حكم الناس على الشخص من خلال الظاهر حقيقة لأن الظاهر في الأصل يدل على الباطن طيب أنا قد أكون أتصدق على هذه المرأة لكن ربما أتصدق على المرأة من أجل مآرب أخرى ربما أتصدق عليها من أجل مثلا أن أتزوج ابنتها نعم أتقرغ إليها نعم فمن حيث الظاهر ما هو من حيث الظاهر؟ من حيث الظاهر أنني أمدح أمام الناس على أنني أكرمت هذه المرأة مثلا لكن أستبطن ماذا؟ أستبطن فعلا سيئا فهنا أخي هنا أمدح أمام الناس ولكن أذنم كما نرى أيضا في حال التجار اليوم بعض التجار يعني الموالون للنظام لا زال إلى الآن يؤيدونه أو يطيفون معه إلى جانب من الجوانب أو حتى يتكلمون عن السورة بكلام سلبي من باب مصلحتهم هل لنا نعتبر هذا الأمر أيضا يعني أمر جيد أو بنية خبيسة أو العكس؟ طيب نحن الآن بالنسبة للنية بالنسبة للنية الحسنة والنية السيئة كما قلت الظاهر فيها أخي أننا نحكم الناس من خلال الظاهر لكن لو أخذنا قضية التجار أو الذين يدعفون نيته نحن لا ننظر نحن ننظر إلى فعله الخارجي قد يكون مكرها نعم يعني الذين صدروا على التلفاز مثل الشيخة الصياصنة وما إلى ذلك يعني من حيث الظاهر أن فعله غير أخلاقي ومدح النظام وما إلى ذلك لكن تبين فيما بعد ما هو أن الرجل كان مكرها إذن من الجانب الأخلاقي حتى ننتهي من هذا من الجانب الأخلاقي أنا أحكم على الناس من خلال الظاهر لكن هذا الظاهر قد يكون مخالفا للباطل هنا ننتقل إلى قضية أخرى أحيانا الإنسان قد يفعل فعلا حسنا ولكن نيته سيئة وقد يفعل فعلا سيئة ولكن نيته خيرة أو جيدة كيف يكون حساب هذا الشخص؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل هنا ننتقل إلى سؤالين الذي طرحناه قبل الفاصل قد يكون أحيانا الإنسان يفعل هذا الفعل ظاهريا حسن ظاهريا فعل إيجابي ولكن قد تكون نيته سيئة كيف يكون حساب هذا الشخص؟ الآن كما قلت نحن من الجانب القضائي لنا الظاهر نتعامل بالأمور من خلال الظاهر البواطن نتركها لله الأمثلة من ذلك كثيرة جدا ولو أخذنا من ثورتنا يعني أنا أذكر بعض من من كانت لهم صلات مع الأمن والشبيحة وشعر أنه من خلال بلدتنا على سبيل المثال يعني أخذ عندما خرج النظام أخذ يقدم ماذا يقدم مبالغ جيدة للثورة تمام؟ هذا من حيث الظاهر هو يشكر ويمدح لكن الآن من حيث الباطن إن كان يقصد من أجل إعادة السمعة الحسنة ومن أجل مناصب معينة فهذه النية تكون سيئة تمام؟ وإن كان الأمر نوى ذلك بنية حسنة فيكون الفعل حسن الذي يهمنا أخي هنا أننا نحكم على الناس من خلال الظاهر ونترك البواطن إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر أخلاقي رائع جدا لماذا؟ لأننا لو حكمنا الناس من خلال بواطنها لما استقرت الحياة فأنت تضرب تقول أنا أضرب فلان لأنه سيهجم علي أو لأنه سيسرق من الذي أدراك؟ الظاهر عندنا في شريعتنا يدل على الباطن ومن هنا أخي في قضايا القتل وما إلى ذلك القصد النية الجرمية طيب كيف نعرف نحن النية الجرمية؟ نعرف النية الجرمية من خلال السلوك الظاهري هنا ننتقل إلى الصورة العكسية قد أحيانا إنسان يرتكب فعلا سيئا فعلا شنيعا ولكن نيته حسنا نيته جيدة كيف يكون حساب هذا الشخص؟ طيب يعني هناك في متحه لا مشكلة نحن لنا بزاهر أما هنا قد يؤذر الرجل قد يقام عليه حد كيف نتعامل؟ طيب من حيث الظاهر أخي من حيث الظاهر يعني هو فعل فعلا سيئا لكن نيته حسنا هذا الأمر نحن الحساب عند الله سبحانه وتعالى من خلال النيات إلا إذا ثبت لدينا أن هذا الرجل من خلال الظاهر هو مكره مثلا نعم تمام؟ إذن من حيث الداخل يحاسبه الله على النيات لو تعطينا أمثلة على الإكره من وقعنا يعني حتى يعني قد يكون هناك بعض الأشخاص فهمناهم على أسنهم يعني من طبيعتهم كنتكلموا هذا الكلام وهم مكرهون أخي يعني الآن احنا حقيقة يعني ثورتنا فيها نماذج عدة جدا عندما تجز زيدا من الناس على شاشة التلفاز أو التلفزيون مثلا تراه يمدح النظام طيب أنت من خلال الظاهر هذا فعل فعلا سيئا نقول عنه شبيح بقى النظام نعم شبيح لماذا ولا سيئة مثلا المفتي الذي يعني افتاءته الأخيرة من حيث الظاهر هذا فعله سيئ تمام؟ لكن من حيث الباطن من حيث الباطن هذا إن كان مكرها ذاك أمر آخر عليه أن يقدم لنا دليلا نعم كيف يكون دليل؟ طب إذا عجز أن نحضر الدليل نعم لماذا؟ لذلك نحن نقول من حيث الظاهر هذا الرجل أنه يعني أفتاء للنظام اقتناعا وأفتاء يعني تشبيحا وما إلى ذلك بعض الناس يقول لك أخي ربما يكون مكرها طيب لنعتبر أن واحدا بالمئة كان مكرها إذن لنا الظاهر على أنه فعل هذا الفعل استجابة للنظام اقتناعا بما يفعل من قتل وإجرام وما إلى ذلك خلاف الظاهر نحن نقول لهم هاتوا ليعطينا دليلا على أنه كان مكرها هاتي برهانك على هذا الكلام هنا لنا قضية أخيرة أحيانا الإنسان يريد أن يفعل فعلا فعلا خيرا ولكن لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل هل له حساب عند الله سبحانه وتعالى على النية مجرد النية؟ أخي قد يفعل فعلا خيرا ولا يستطيع وقد يفعل فعلا شريرا ولا يستطيع نعم كما قلنا نحن دائما لنا الظاهر خذ مثلا على النية الحسنة ذهب مثلا عزم عزما أكيدا على أنه يريد أن يستيقظ ليصليه باكرا عزم عزما أكيدا على أنه يريد أن يعطي لتلك المرأة التي هجرت أو لذلك البيت الذي فقد المعيل ولكن في الصباح امتنع عن ذلك لسبب ما حقيقة يثاب على هذه النية انظر من حيث الجانب الأخلاقي هنا لا حكم لأن الحكم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالظاهر لكن من حيث الجانب الدياني العبادي أمام الله يثاب على هذه النية فإن فعل فإن ذهب وأعطى مبلغا معينا من النقود مثلا أو قدم مساعدتان فماذا؟ فإنه هنا يؤجر إلى عشر حسنات إلى سبعمية إلى ما شاء الله وقد يكون ماذا؟ قد يكون من حيث يعزم عزما أكيدا ها انظر إلى هناك فرق بين الخاضر كنت أسألك ما هو الضابط النية؟ أخي الضابط هو العزم الأكيد عزم عزما أكيدا على أن يقتل على أن يشبح عزم عزما أكيدا ثم ذهب إلى هناك ولكنه منعه مانع وجد طريق مغلق وجد كذا هنا حقيقة يعاقب إقاب الفعل لكن هل يعاقب ذات الفعل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتل في النار قالوا يا رسول الله لقد علمنا القاتل فما باله المقتل؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أختم بهذا فأقول الآن كان حريصا على قتل صاحبه هل يعاقب كما لو أنه قتله حقيقة؟ من خلال ظواهر الشريعة هما يشتركان لكن عندما يقوم بالفعل ربما هناك يضاعف له العذاب الفاعل قد يكون عقابه أو عذابه أكثر منه لأن أثار الجريمة على الواقع لها أثار في الإيقاب عند الله سبحانه وتعالى نشكركم جزيلا وبهذا نكون وقد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق في دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق في دعاة ورعاة